أهلا بحضراتكم من جديد في إطار متابعتنا اليومية والمستمرة من ستوديو صباح الخير يا مصر في القاهرة أو في شرم الشيخ هنبتدي معاكم أهم الأحداث اللي حصلت إمبارح في مؤتمر قمة المناخ نبتدي أول أخبارنا مع انعقاد أعمال القمة العالمية كاب 27 للمناخ استقبل فيها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس الرئيس أفرست الندعيشيمي وأكد سيادة الرئيس عزم مصر على الاستمرار في تقديم كل أوجه الدعم الفرندا كدولة تجمعنا بها علاقات تاريخية استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في شرم الشيخ الرئيس أفرست ندعيشيمي رئيس جمهورية بروندي وذلك على همش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ كاب 27 صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة رئيس البروندي إلى مصر مؤكدا عزم مصر الاستمرار في تقديم كافة أوجه الدعم لبروندي كدولة تجمعنا بها علاقات تاريخية ومشددا سيادته في هذا الصدد على تطلع مصر للارتقاء بمستوى التنصيقي والتشاور السياسي الثنائي بين البلدين من جانبه أشهد رئيس ندعيشيمي بتنظيم المصري الناجح للقمة العالمية للمناخ وبتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين ها كان في لقاء ثنائي آخر مبارح لي السيد الرئيس عبد الفتاح سيسي استقبل في الرئيس سميا حسن رئيس التنزانيا المتحدة وأكد سيادته على متانة العلاقات التاريخية اللي بتجمع ما بين الشعبين والبلدين الشقيقين وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصائطة استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ رئيسة سميا حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة وذلك على هامش ناقد أعمال القمة العالمية للمناخ كوب 27 صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة رئيسة تنزانيا إلى مصر متقدما سيادته إلى تنزانيا الشقيقة حكومة وشعب بخالص التعزي في ضحايا حادث تحطم الطائرة في بحيرة فيكتوريا كما أكد السيد الرئيس الدورة الحيوية الذي تقوم به تنزانيا كأحدى الدول الفاعلة في إفريقيا وجهودها لتعزيز الأمن والاستقرار بالقارة مؤكدا سيادته متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين والبلدين الشقيقين وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصائضة خاصة على صعيد الاستثمارات المصرية في القطاعات الحيوية في مقدمتها إنشاء سد جوليا سنيريري لتوليد الطاقة الكهرمائية والذي تعول مصر على دوره في منح دفعة قوية لعملية التنمية في تنزانيا الشقيقة ترجمة نانسي قنقر